تقول هل صحيح قراءة البقرة بدعة أنشاءها الرقات قراءة البقرة يومياً بدعة أنشاءها الرقات أختي كريمة بارك الله فيك بالنسبة لقراءة البقرة في البيت أو قراءة البقرة باستمرار هذه سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام وليست بدعة أنشاءها الرقات ومن قال هذا يحتاج أن يحدث توبة إلى الله عز وجل فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في بيان فضل سورة البقرة وفضل قراءتها وأخبر عليه الصلاة والسلام أن البقرة وآل عمران أطلق عليهما اسم الزهراوتان أو الزهراوتين ويأتيان يوم القيامة ولهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير ولذلك سورة البقرة وسورة آل عمران لهما فضل عظيم وأما بخصوص القراءة فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اقرأوا البقرة يعني سورة البقرة هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام كيف يقولون قول الرقات اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا والبيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة تنفر منه الشياطين أو ينفر منه الشيطان وضبطت يفر منه الشيطان فكيف هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام لكن إذا كان القائل يقول لا أنا أقصد قراءتها يوميا هو يعترف ويؤمن بأن هذا هو قول النبي عليه الصلاة والسلام لكن قال لا أنا أقول يوميا هذه بدعة الرقات يعني هذا ممكن يعني نقول له وجه على قول لأنه يوجد من العلماء من قال بأنه لا تقرأ يوميا وإنما تقرأ ما بين فترة وأخرى لأن الشارع الحكيم ما وضع لها يعني زمنا ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال اقرأ ونص على البقرة دل على يعني جواز التزام قراءة سورة البقرة فأين البدع في هذا وأين المخالفة في هذا خاصة الذي يعاني إشكالات في البيت لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تستطيعها البطلة وأخذها بركة والذي يتركها يكون في حسرة وهذا يدل على أن سورة البقرة تحصيل للبيت ولذلك هذه الكلمة ينبغي للقائل أن يبتعد عدها وأن يستغفر الله تعالى منها حتى ولو كان هو ممن اطلع على أقوال أهل العلم ونظر في اجتهاداتهم وفي فتاوى أهل العلم ما يجوز يعني أنا ما أعرف أحد من أحد العلم قال قراءاته يوميا بدعة يقول ما ينبغي هذا من يذهب إلى ماذا يذهب إلى ما تقرأ يوميا يقول ما ينبغي أما التبديع والعياذ بالله هذا شيء عظيم عظيم لا يحسبه هينا فإن هذا الأمر عند الله عظيم يجب أن يتوب وأن يستغفر وأن يترك مثل هذه المجازفات مثل هذه الجرأة والجسارة على قول هذه بدعة وينسب هذا إلى كيف ينسب هذا إلى الرقات وقول النبي عليه الصلاة والسلام بارك الله فيك ترجمة نانسي قنقر